موسيقى السعادة السفراء السيدة وسادة من منظمات المجتمع المدني السيدة وسادة إنه من دواعي سروري وتكريمي وشرفي أن أكون بينكم أمثل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعماً للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة نحن نحتفل بمرور مائة عام من الشراكة والتعاون بين هذين البلدين العظيمين ويداً بيد سوف نمضي في هذا التعاون قدماً إن هذا التعاون الإستراتيجي والتاريخي بين بلدين هو فعال وناجع وملموس فييداً بيد سوف نجعل بلادنا أكثر أماناً أكثر ازدهاراً وأكثر قوة على مدار عقود وعقود حاولت هذه الشراكة تعزيز التعاون ونحن ملتزمون بالتعاون في أن نتعاون معكم وأصدقكم القول فإن هذا نجحنا في حصد آثاره مؤخراً بعد ضرب الأزمة كورونا وكذلك المساعدات الإنسانية التي أحدثتها الصراعات الإنسانية وأزمة التغير المناخي ومؤخراً الغزوى الروسي على الأراضي الأوكرونية وليس من خير مثال على هذا التعاون بين بلدين في الأواصل التعاون والعمل فيما بيننا بروح الشراكة وهو بالطبع أمر حتمي ومفيد لبلدين ذلك لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين قد يكونوا معارضين لخطر الأمن الغزائي وفي عام 2022 والذي ساهم في هذا الأمر وكذلك دعم سلاسل الإمداد لسيما في الحبوب وحبوب القمح وكذلك الزيوت وزيت عباد الشمس وغير ذلك من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية ونظراً لأن مصر من كبرى المستوردين للحبوب فعلينا أن نعوض ما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية لأن هذا كان لهذه الحرب تبعات سلبية على مصر وكذلك فإن الرئيس الأمريكي دعم مصر بقيمة 50 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري وكذلك لمساعدة المزارعين المصريين عن طريق تعويض هذا الفقد وكذلك لتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية والآن علينا أن نتعرف على ما نتحدث عن ما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه للمصريين عندما كان رئيس كندي وعندما تم تأسيس الولايات المتحدة وهذا التعاون في عام 1961 وبعد إسراء الحرب العالمية الثانية كانت هناك خطة أدعى مارشل بلان وكانت هذه الخطة ناجحة لأنها توجد باستهداف الدول التي عانت من ويلات الحروب ولكن عندما قمنا بالتعاون مع الحلفاء فإننا نساعد بعضنا البعض وبعد ذلك قامت الولايات المتحدة بتأسيس بعض المؤسسات الأمريكية والتي حصدت سمارها في نهاية المطاف في تعزيز التعاون مع حلفائها وأصبحنا من أكبر المساهمين مع المنظمات الدولية مثل اليونسيف والبنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي وغير ذلك من المنظمات الدولية كل هذه الجهود كانت تهدف لدعم الشعوب ودعم الدول فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية وكذلك تحقيق أهداف الخاصة بها وكذلك تحقيق الزهار والرخاء وبعد مرور عقود من الزمان فإن حكومة الولايات المتحدة عن فقط ما نحوه 30 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري وهو الشريك المهم والصديق المقرب للحكومة الأمريكية كذلك فإن وكالة المساعدة الأمريكية يوأس أيد تعمل بالتعاون مع الشركاء المحلين وحتى المنظمات الحكومية هنا ومنظمات المجتمع المدني دعما لهذا النمو وللحد من الفقر وكذلك لتقديم الخدمات إلى كل المصريين في كل بقع مصر وفي باكر الأمر عملنا مع الحكومة المصرية لتوفير أنظمات للصرف الصحية والمياه الصالحة للشرب وكذلك التعليم وحتى يمكنكم أن تروا شعار الوكالة الدولية للتعاون الأمريكية على عدد من البنايات كل هذه الجهود لتقديم الخدمات للشعب المصري في مختلف أرجاء مصر ومؤخراً ومع نمو مصر وتحقيقها هذا النمو الهائل تعاوننا على نحو فعال مع الحكومة والشعب المصري وكما ترون ولكن بالطبع نتمنى أنكم تشعرون أنه في حياتكم اليومية بهذا التعاون على سبيل المثال في المدارس كمنا بتعزيز التعاون وتقديم فرص ثانوية للدارسين للدارسين باللغة العربية كذلك فإن الوكالة الأمريكية للتعاون قامت بتوفير بعض البرامج التدريبية في مختلف أنحاء مصر وكذلك لمنح درجات البكالوريوس للمصريين لدعم النمو الاقتصادي المصري كذلك تعاقدنا على شراكات مع عدد من المراكز والجامعات الحكومية المصرية ونحن لدينا 46 مركز لتخريج المصريين وصقلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل في مختلف عنحاء البلاد هذا بالطبع ما أفاد في نحو توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل على سبيل المثال الشركات الدولية مثل جوجل ونيسان وغيرهما الكثير والكثير كذلك فإن وكالة الوكالة الأمريكية للتعاون قامت بتقديم بعض التعاون للأسر المصرية وكذلك أثناء فترات الحملة والولادة لتحصيل صحة الأمهات وهذا ما يتيح للمرأة في المشاركة بفعالية في قوات العمل كذلك فإن الوكالة الأمريكية للتعاون سحلت وزللت من عملية زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر وزيادة فرص العمل التي نقدمها وحققنا نجاحات عدة في هذا الأمر رغم التحديات الاقتصادية وكذلك خلال فترات أزمة كورونا وكذلك ومثلتها من فترة الحرب الروسية الأوكرانية وقمنا بتوفير 1.7 مليار دولار كاستثمارات في العام الماضي فحسب كذلك فإن الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي دعمت الحكومة المصرية عن طريق التعاون مع الأطراف الأخرى والثالثة وعلى رأسهم القطاع الخاص لتمكين هذه الاستراتيجية لجعل مصر أكثر قطبا وأكثر قبلها لاستقطاب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقديم كل الخدمات للمصريين والآن وكما ذكرت في كلمتي السابقة فلطيلة عقود أبرمت الأولايات المتحدة مع مصر شراكات عدة لاسيما في مجال الزراعة لربط المزارع بسوق العمل وهذه القصة تعود منذ التسعينيات القرن الماضي حول كيف يمكننا أن نقوم بتأسيس جمعية مؤسساتية للزراعة وهذا لاستهداف في زيادة الإنتاج الزراعي المصري بالنسبة لـ 58% من المحاصيل والخضروات والفاكهة المصرية ولطالما كان المزارع المصري هو صديق للمؤسسات الأمريكية وربطه باحتياجات مجتمعين كذلك فإننا كمنا بعقد شراكات مع الحاضنات المصرية وحاضنات الأعمال ومسارعات الأعمال وقمنا بتأسيس هذه الأنشطة لتعزيز دور ريادة الأعمال ونحن حتى هذه اللحظة قمنا بدعم أكثر من عشرة آلاف رائد أعمال على سبيل المثال في نوفمبر الماضي وفي مؤتمر الأطراف الذي عقد في مصر أحدهم فاز بمنافسة عالمية كان مدعوما من قبل هذه الوكالات الدولية وكان اسمه أحمد سليمان في معامل ويب لابس والذي وضع ملصق كيف نضع مادة معينة على الفاكه حتى تعيش فترة أطول وحتى لا تكون سريعة التلف كل هذا كان ثمرة جهود هذا التعاون ومع مؤتمر الأطراف وحضرناه معنا كوب 27 فكانت هناك مبادرات أخرى وقمنا بدخل 50 مليون دولار للاستثمار في الشعاب المرجانية على ضفاف وعلى ساحل البحر الأحمر وذلك حماية هذا المصدر على ضفاف البحر الأحمر هو أمر لا غنى عنه للحفاظ على النظام الإيكولوجي وهو أمر لا حيد عنه ولا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادية المستدام وعلى شخصيا سعيدة بهذه المبادرات وما إلى ذلك وبالحديث عن ملف السياحة فإن مصر تستكتب سياحا من كافة أنحاء العالم ذلك لأن قطاع السياحة يدور عملة صعبة كذلك أكثر من مليون فرصة عمل ومن ثم فإن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع وزارة السياحة المصرية والمستثمرين من القطاع الخاص للارتقاب هذا القطاع وكذلك لضمان أن المجتمعات هم من بين أولئك الذين يستفيدون من هذه المنجزات وفي نقطة الأخيرة الأخيرة هي مهمة جدا هذا كله نحن نهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي ولكن إذا ما شعر الشعب بهذا النمو الاقتصادي وإذا ما تم توفير فرص عمل له وتقديم خدمات أفضل له فعلينا أن نذكر أنه عندما كمنا بوصف هذه المبادرات وهذه المبادرات فإن الشعب بأكمله سوف يحقق هذا الازدهار إن الازدهار والأمن هما وجها لعملة واحدة وترجمتهم البشرية والعنصر البشري وهذا هو المحاركة الذي جعل جعلنا نشارك في وضع أهداف التنمية المستدامة والتي تمثل وعدا حقيقيا لتحقيق الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كذلك فإن الحكومة المصرية سعت حثيثا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بزيادة التطوير الشمولي والبناء وكيف يمكننا أن نستفيد من هذه الأهداف أولا أن نكون عازمين على تحقيق المسواة بين الجنسين كذلك علينا أن نشارك هذا الالتزام لتمكين المرأة وتحقيق المسواة بين الجنسين في كل سوق العمل يدًا بيد سوف نحمي كرامتنا ونبني بلادنا ونحقق رفاهية والازدهار ونستفيد من كل هذه الفرص الواعدة كل هذه هي مضمنة في وعود الحكومة الأمريكية كذلك ربما أن مصر هي مهدى الحضارات وكذلك هي البلد الشاب عالميا وكما تعلمون فإن نسبة السكان المصريين نحو خمسين مليون نسمة هم من فئة الشباب من الفئة العمرية من الشباب ومعنى هذا وترجمته هو أن فرص ريادة الأعمال هي فرصة واعدة بالنسبة للشعب المصري يعني إذن أن نستفيد من هذه في تمكين الشباب والاستفادة من المعارف والخبرات ونقل هذه الخبرات لتحقيق هذا الطموح وكذلك لاجتياز كل التحديات والعقبات وثالثا فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستفادة من هذه الفرص وكذلك أن يستفيد كل هؤلاء الشباب من فرص النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر وذلك لأن نحو 12 مليون شخص من مصر هم من زوي الإعاقة ومن ثم علينا إذن أن ندمج زوي الإعاقة في الأنشطة المصرية كذلك فإن ملاحظتي عليها أن تركز على دور الحوكم ذلك لأن التطوير الناجح هو النتاج للحوكمة رشيدة وكما ذكر رئيس السيسي في كلمته في مستهلة اليوم فإن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هم بالطبع مساهمين لا غنى عنهما في مثلثة التنمية فعنا ذلك في 2022 ونستشرف عام 2023 وعلينا أن ندرك ونعترف بالدور الهام لهذه القطاعين في التنمية الاقتصادية ذلك لأن المنظمات المجتمع المدني تلعب عظيمة دور في ترجمة رؤية 20-30 المصرية إلى أرض الواقع كذلك فإن هناك قصص نجاح متوالية للمجتمع المصري وأن هذه التنمية المصرية التي شهدتها مصر بلغت أشدها في مكافحة أزمة كورونا بالتعاون مع المنظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر مع إنقاذ حيوات الأشخاص وتوفير اللقاحات بعضها تمت التبرع بها من قبل الحكومة الأمريكية ومع هذه الأزمة التي نشهدها في حالة الأمن الغزائي فإننا نتعاون مع بنك الطعام المصري لتوفير الأغذية والأطعمة بالقدر الذي نستطيعه وبالطبع علينا أن لا نغفل هذه الفرص كذلك فإن منظمات المجتمع المدني في مصر على دفاف البحر الأحمر تعني أنه كوكب أرض واحد يعني قدر واحد حتمياً للبشرية جمعاً وهذا بدأ في عام كوب توني سيفن قدر واحد نصيب واحد بلد واحد ولا شك في أنه في أننا انتهينا من مؤتمر الأطراف كوب توني سيفن وعلينا أن نربط أهدافه بأهداف التنمية المستدامة ونحن نقيم موقف التنمية والتعاون فيما بيننا علينا أن نقيم ما حصدناه معاً وما نستشرف أن نحققه مستقبلاً بالتعاون مع مصر شيء آخر يجب أن يبقى لا حيد عنه هو أننا بحاجة إلى بعضنا البعض شراكتنا مستمرة شراكتنا مشتركة بوجود منظمات المجتمع المدني وأنشرة الأعمال والقطاع الخاص والشركات الناشئة وأخيراً وليس آخراً اسمحوا لي أن أعود أدراجي إلى نقطة صعبة بعضها قد يكون محبطاً بعض الشيء ولكن أود أن أؤكد على دوري في منظمة الوكالة الدولية للتعاون الوكالة الأمريكية للتعاون هو أن مصر بلد طيب غني وأن شعبه شعب طيب استمعت إلى القصص الكثير وهي قصص مقنعة تدلل على روح التعاون وتدلل على الإنجازات التي فعلها الشعب المصري ومن ثم علينا إذن أن نعزز هذه العلاقات وهذه الشراكة الأمر كله يتلخص في الشعب كشعب وفي الإنسان كإنسان ومن ثم الأمر يتعلق بالمزارع نفسه إذا ما اعتزم أن يرتقي من إنتاجياتي ويرتقي من أساليبه فأظن أنه سوف يحصد النتائج كثيرة ونحن نتحدث عني وعنك عن شراكتنا وعن قدراتنا في التعاطي مع الاحتياجات المصرية ومن ثم يدى بيد لمصر ولصالح مصر ولكل المصريين شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر